موسيقى تحياتي إلى حضراتكم مشاهدي الكرام أينما كنتم وأينما تواجدتم في هذا اللقاء من برنامج ملف في اليوم عبر شاشة تلفزيون فلسطين والذي سوف نتحدث فيه عن آخر التطورات الميدانية والتصعيد الإسرائيلي اللافت الذي يستهدف الأرض والشعب الفلسطيني الحكومة الوفاق الوطني طالبت اللجنة الرباعية بضرورة التحرك فورا لوقف التحريض والجرائم الإسرائيلية التي تمارس على أبناء شعبنا كما حمل هذا اليوم رئيس الوزراء دكتور رامي الحمد الله والحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن الجرائم والإعدامات المستمرة بحق أبناء شعبنا في كافة المحافظات سنتحدث في هذا اللقاء عن متابعة الحكومة لآخر التطورات الميدانية وعن استعداداتها للمرحلة المقبلة لسيما بعد خطاب السيد الرئيس محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي أكد فيه ضمنا أن المرحلة المقبلة لن تكون كسابقاتها في العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي يسعدنا أن نستضيف حول هذه المواضيع دكتور ياب سيسو المتحدث باسم الحكومة مساء الخير دكتور مساء النور يا هلا دكتور دعنا نبدأ من آخر التطورات الميدانية على الأرض قبل ساعات نقفذت عملية في مركز للحافلات في بئر السبع أسفرت عن مقتل إسرائيلي واستشهاد المنفذ كيف تنظرون لهذه التطورات الناتجة عن سياسة الحكومة الإسرائيلية والجرائم والإعدامات التي تمارس بحق أبناء شعبنا كيف تنظر الحكومة لمثل هذه العملية نعم يعني كانت منذ البداية كان واضحا هذا في خطاب السيد الرئيس بأن السياسات الإسرائيلية والاعتداءات والانتهاكات هي تستدرج حالة كبيرة جدا من الفوضى وبالتالي تداعياتها الميدانية لا يمكن أن تكون حكرا على منطقة جغرافية بقدر ما أنها ستشمل مناطق أوسع وليست فقط حتى قالها الرئيس على المنطقة العربية ولكن على مستوى العالم وهذا يستدعي تدخلا فوريا وعاجلا من خلال المجتمع الدولي لوقف هذه الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية والتي هي أصبح واضحا أنها تسير بشكل ممنهج وبدوء أخضر من حكومة الاحتلال الإسرائيلي لذلك نحن نقول بأن هذه التطورات الميدانية التي تحدث هنا وهناك هي تتطلب تدخلا دوليا عاجلا لأولا لوقف هذه الاعتداءات من جهة وأيضا لتوفير الحماية الدولية لشعبنا وعندما نتحدث عن الحماية الدولية نحن نتحدث عن آليات متعددة للحماية الدولية حماية دولية على المستوى السياسي تتمثل بتنفيذ القرارات الصادرة عن الجميع العمل الذي كان سيئا بحسب كل شرائح العمل الوطني والنضالي وحتى المستوى السياسي الفلسطيني عندما قال البيت الأبيض أو دع البيت الأبيض إلى تهدئة الأمور وكأنه في جيش فلسطيني مقابل جيش إسرائيلي هذه نقطة الأولى ونقطة الأخرى تتعلق بموقف برلين عندما تحدثت برلين بشكل واضح أن من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها كيف تنظرون وكيف يمكن العمل ضمن استراتيجية للحكومة ضمن وزارة الخارجية مع المجتمع الدولي لتبيان الحقيقة التي مفادها أننا الضحية والاحتلال بجرائمه وبإعداماته التي تمرس بحق الشعب الفلسطيني هو يمارس دور الجلال بامتياز شوف دعنا نتحدث بصراحة أولا نحن ندرك بأن في السياسة الدولية وفي العلاقات الدولية هناك نظام تحكمه المصالح الدولية وبالتالي نحن نفهم كيف تتحدث الإدارة الأمريكية والبيت الأبيض نفهم كيف تتحدث الحكومة الألمانية ووزير الخارجية الألماني شتنماير عندما أصدرت بيانها ولكن نقول في ذات الوقت المسألة ليست فقط فيما يتعلق بالحقيقة لأن الحقيقة أصبحت واضحة والصور التي يتم فيها الإعدامات الميدانية بحق الأطفال وبحق الفتيات والشباب الفلسطيني أصبحت واضحة نحن نعمل ضمن آلية على المستوى الدبلوماسي هي بحاجة دائما إلى دعم حقيقي من خلال مظلة عربية وإسلامية ومن خلال مظلة دولية من خلال المنظومات المختلفة من الأصدقاء في المجتمع الدولي دكتور اسمح لي أقاطع كيف عاليت العمل مع دول العالم من خلال وزارة الخارجية هل هناك مثلا مقاطع الفيديو التي تظهر بما لا يدع مجالا للشك جرائم الاحتلال على الأرض هل توزع من خلال سفرات دولة فلسطين الصور التي تؤكد ارتكاب الاحتلال ومستوطنية الجرائم على الأرض الفلسطينية واستهداف المواطن الفلسطيني الأعزل هل هذه الصور هل هذه مقاطع الفيديو هذه هل توزع الدبلوماسية العالمية لوزارات الخارجية من خلال سفارة دولة فلسطين شوف هناك هناك تلك مستويات رئيسية للعمل المستوى الدبلوماسي الرسمي والذي يتم من خلاله مخاطبة المؤسسات الرسمية ووزارات الخارجية والبعثات الدبلوماسية والمؤسسات الدبلوماسية هناك المستوى الحزبي والمجتمعي والذي من خلاله يتم التخاطب مع الأحزاب والمؤسسات الفعلة وهناك المستوى الشعبي الآن في ظل الطفرة المعلوماتية وسائل الإعلام المجتمعي أحيانا تسبق حتى التقارير والفيديوهات من خلال سرعة الانتشار والتوثيق السفارات تعمل يعني أعطيك مثال هناك عمل تقوم به سفارة فلسطين في جمهورية مصر العربية من خلال توفير خليط أزمة للتواصل مع مختلف الوسائل الإعلامية المصرية وهناك نشاط فاعل يقوم به المركز الإعلامي في السفارة المصرية كذلك الأمر هناك عمل في البعثة الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي وفي أكثر من عاصمة هناك عمل في هذا الموضوع نحن ما نقوله الآن على المستوى الرسمي المستوى الرسمي الاتصال بالأشقاء العرب والاتصال بالمنظمات عندك لديك متحدث عن الجامعة العربية منظمة التعاون الإسلامي منظمة عدم الإنحياز المجموعة الأفريقية مجموعة أمريكا اللاتينية هناك عمل ويقوم السفراء في هذا السياق بالعمل على توفير هذا الدعم كجزء من خطة عمل على المستوى الدولي الآن المسألة ليست بهذه السهولة التي قد نظنها أحيانا لأنها تتقاطع مع الكثير من المصالح الثنائية بين الدول وبعضها وبين الدول والنظام العالمي والمنظومات العالمية ولكن نقول في ظل كل هذه التعقيدات السياسة الخارجية الفلسطينية واضحة المعالم نحن مع استمرار النضال الوطني والسياسي والقانوني من أجل تعزيز حضور فلسطين على المستوى الدولي وبالتالي مع تدويل القضية الفلسطينية بعد أن فشلت كل المساعي الدولية والجهود الفلسطينية من إيجاد حل سياسي في السنوات القادمة ولهذا قلنا أن المفاوضات لأجل المفاوضات هي نوع من مضيعة الوقت والعقارب الساعة يمكن أن تعود إلى الوراء نحن نقول بأن هذا الجهد السياسي الذي نقوم به من خلال الانضمام إلى المعاهدات الدولية من خلال الاتصال مع المجموعات المختلفة على المستوى الدولي هو من أجل حماية شعبنا بالدرجة الأولى وأيضا من خلال تعزيز حضور فلسطين على المستوى الدولي هذه الألية هي بحاجة لدعم هل هذه الهبة الشعبية ممكن استثمارها سياسيا بحيث تعزيز حضور فلسطين على الساحة المالية؟ بكل تأكيد هذه الهبة الشعبية هي جاءت نتيجة التعنت الإسرائيلي بعدم إبداء أي مجال لأي مبادرات حتى دولية يعني عندما نتحدث نحن عن المبادرات الدولية والجهود الدولية أعطيك مثال مجرد مقترح فرنسي رفضت حكومة الاحتلال بوجود مراقبين في المسجد الأقصى ونحن نتحدث هنا عن هذه إحدى آليات الحماية الدولية نحن لن يمكن لنا أن نصدق الرواية الإسرائيلية التي تخرج كل يوم لتقول بأن هناك اعتداءات فلسطينية أو شبه الطعن بالسكين أو غير ذلك قلنا نحن نريد تحقيقا دوليا في ذلك هناك فيديوهات تفضح هذه الجرائم بحق شعبنا هناك قتل على خلفية الاشتباه وهناك أيضا كما حدث مع الطفل أحمد مناصرة عندما ترك بعد أن صدمته سيارة المستوطنين عندما ترك ينزف وكان الفيديو الذي نشر له بمتلحية كل الشتائم حتى تواقم الإسعاف الإسرائيلية عدرة في المكان هذا بحد ذاته جريمة الطفل بدمه ينزف يتلقى الشتائم خائف واضح بمعالم وجهه وكل هذا وهذا الإهمال وبالتالي هذه جريمة عنصرية واضحة المعالم في هذا السياق نحن نقول أننا نحن بحاجة إلى دعم دولي وحماية دولية من أجل أن تحمي شعبنا لماذا نريد ذلك؟ لأننا نريد أن نكون جزءا فاعلا من المجتمع الدولي نحن أخي عيد لم نخترع النظام الدولي ولكن نحن نريد أن نكون جزءا من النظام الدولي عندما ننضم إلى المعاهدات عندما نضم فلسطين إلى اتفاقيات جينيف الأربعة هي من أجل حماية المدنيين ربما يتساءل المواطن العادي على الأرض دكتور هابب سيسو يعني ما الفائدة من الانضمام إلى المنظمات الدولية والمؤسسات الحقوقية العالمية طالما أن هذا الانضمام لا يشكل رادعا لحكومة الاحتلال التي من الواضح أنها ما زالت تنظر في نفسها أنها دولة وحكومة فوق القانون الدولي كيف بدك تجعب هذا المواطن؟ لا شوف السياسة هي فعل تراكمي وبالتالي نحن عندما توجهنا إلى أمم المتحدة عندما أصبحت فلسطين عضوا في الأمم المتحدة في جميع العام الأمم المتحدة البعض قال بأنها خطوة رمزية نحن نقول هي ليست خطوة رمزية وإنما هي خطوة تأسيسية هي أسست لانضمام فلسطين إلى المعاهدة الدولية كدولة نحن نتحدث الآن كدولة تحت الاحتلال الدولة تحت الاحتلال هي معناة احتلال للأرض والشعب نحن لسنا فقط شعبا تحت الاحتلال ولكن دولة تحت الاحتلال وعلينا أن نناضل بكل الوسائل السياسية والقانونية والدبلوماسية الممكنة وفق القوانين الدولية من أجل نيل استقلالنا وحريتنا المسألة نحن ندرك أن المسألة ليست سهلة المعركة السياسية والدبلوماسية على المستوى الدولي هي ليست بالمهمة السهلة ولكن أيضا تحتاج إلى نضال شعبي جماهيري واسع على الأرض حتى يتكامل الجهد الشعبي مع الجهد السياسي تحتاج أولا إلى دعم إلى أجندة وطنية وحدوية نحن مع تعزيز خطاب الوحدة الوطنية في مواجهة هذا التحدي السياسي الكبير لا نريد أن نعود أيضا بعملنا إلى الانقساب ومفرداته ومناكفاته علينا أن ندرك الخطر الاستراتيجي الذي يهدد الوجود الفلسطيني علينا أن ندرك بأن العمل السياسي والدبلوماسي يمكنه بالتراكم وبتعزيز فرص العمل على كافة المستوى هناك دور يمكن أن يقوم به المجتمع المدني الفلسطيني في هذا السياق من خلال تقاطعاته على المستوى الشعبي والمستوى العربي والمستوى الدولي ومن خلال إسهاماته في عجلة الاقتصاد الفلسطيني والعمل المجتمع الفلسطيني والعمل القانوني وحقوق الإنسان هناك دور تقوم به المؤسسة الرسمية من خلال وزارة الصحة ووزارة الخارجية والعمل الذي تقوم به الجهات المختلفة هناك عمل يستطيع أن يقوم به أيضا القطاع الخاص في هذا الموضوع إذن نحن الآن نعمل على مستويين المستوى الأول تعزيز الجبهة الداخلية بمفردات الوحدة الوطنية وبمفردات العمل لكي نعي خطورة المرحلة التي نحن نعيشها على مستوى الانتهاجات والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة وهناك عمل على مستوى الجبهة الخارجية فيما يتعلق بالعمل الدبلوماسي والعمل السياسي دكتور من الواضح أن خطاب السيد الرئيس محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ربما مهد الطريق لبداية مرحلة جديدة تشهدها القضية الفلسطينية وهذا النزاع الفلسطيني الإسرائيلي الذي فيه صراع بين الحق والباطل السؤال هنا حول معالم المرحلة المقبلة يبدو أنها من الواضح لن تكون كالمرحلة السابقة وهذا يحتاج إلى جهود حكومية على الأرض لتعزيز سمود المواطنين من النواحة الصحية من النواحية التعليمية الاستعداد لأي طارق ربما تقدم عليه الحكومة الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية لو تحدثنا هل هناك خطة عاملت بها الحكومة أو استعدادات الحكومة للمرحلة المقبلة هل هناك خطة طوارئ لدى الحكومة في حال أن الأمور على الأرض تصعدت بشكل لافت؟ بالتأكيد ولكن دعني كمدخل للإجابة عن هذا السؤال أريد أن ألفت الانتباه إلى نقطة رمزية مهمة جدا ما يقوم به الشباب الفلسطيني عندما نتحدث عن المسيرات التي تخرج بشكل يومي إلى مناطق الأسوأ الحواجز عند المستعمرة الاستيطانية بيت إيل أو في الحواجز أو غيرها هناك مفارقة يجب الانتباه لها كلهم طلاب مدارس بمناسبة الشباب الذين يخرجون هم يدافعون عن ماذا؟ يدافعون عن حقهم بالأرض والهواء والماء والحرية أما الجندي فهو يدافع عن ماذا؟ عن الاحتلال الذي هو بالأساس جريمة حرب هذه هي المعادلة قبل كل شيء هذه هي المعادلة الأخلاقية قبل أن تكون حتى المعادلة السياسية هذه المعادلة الأخلاقية والإنسانية أنت عندما يخرج الشباب هم يدافعون عن حقهم بالحياة عن حقهم بالأرض عن حقهم بالحرية أسوأ بكل شعوب العالم عن حقهم بالتعليم في مدينة القدس المحتلة دكتور هامسيسو ألاف الطلاب طلابنا في المدينة المحتلة يصطفون أمام المكعبات الإسمنتية والبوابات الإلكترونية في هذا السياق أيضا أود أن أسأل عن جهود الحكومة للمرحلة المقبلة تعليميا وصحيا وكل هذه النواحي الميدانية التي من شأنها أن تعز الصمود المواطن الفلسطيني نحن نقول بأن هناك خطة واضحة للتعامل مع أي تصعيد أو تطور في الأحداث ندرك تماما بأن الوضع ليس سهلا ولكن هناك خطة على المستوى التعليمي أعتقد أن هناك مؤتمر صحفيا لوزيرة التربية والتعليم قبل عدة أيام أيضا بدعوة من المؤسسات الدولية العاملة لوضعهم بصورة حتى استهداف الطلاب وترويع الطلاب والصعوبات والتحديات التي تواجه المسيرة التعليمية هناك عمل في وزارة الصحة وكذلك أيضا هناك عمل على مستوى دعم صمود أهلنا في مدينة القدس على كافة المستوى الحكومة تعمل ضمن هذه الآلية وبشراكة حقيقية مع المؤسسات المختلفة الدولية والفلسطينية وأيضا مع مؤسسات المجتمع المدني لأننا بالنهاية هذه قضية هي قضية تمثل كل الفلسطيني وبالتالي هي بحاجة إلى تعزيز فرص العمل الفلسطيني والطاقات الفلسطينية في كافة المجالات إذن عندما نتحدث عن خطة للحكومة نحن نتحدث عن خطة دعم وصمود وتعزيز هذا العمل وهو أريد أن أطمئنك نعم هناك خطة وهناك عمل وهناك إدراك تماما لهذه الأبعاد السياسية والميدانية التي يحاول من خلالها الاحتلال الإسرائيلي أن يضيق الخناق وأن يخنق الرواية الفلسطينية وأن يخنق الجهود الفلسطينية ولكن نحن نقول في المقابل نحن دائما نراهن على إرادتنا وعلى عملنا رغم كل التحديات والصعوبات طيب دكتور يعني الحكومة تحدثت بالتأكيد مع العالم مع أطراف المجتمع الدولي واليوم هناك تصريح لدكتور رامي الحمد لله طالب من خلالها المجتمع الدولي بضرورة الوقوف عند مسؤولياته ووقف هذه الجرائم الإسرائيلية والتحريض الإسرائيل على الأرض الفلسطينية السؤال هنا كيف كانت إجابات العالم الذي تقومون بالاتصال بهل تعاطى بشكل إيجابي هل وعدتم من دول عظمى في العالم من دول لها تأثير على إسرائيل بأن تمارس فعلا الضغط اللازم لوقف هذه الجرائم على الأرض نعم يعني هناك شوف هناك ردود إيجابية في هذا السياق ولكن نحن نقول أن هذه الردود الإيجابية غير كافية نعم بالضبط هذه الردود الإيجابية غير كافية نحن شعبنا الذي يتعرض للانتهاكات والاعتداءات وأريد أن أحذر هنا من نقطة مهمة جدا أخي عادي المسألة أو الأحداث التي تحدث أو هذه الهبة التي تحدث هي نتيجة لتراكم سياسات الاحتلال هل نسينا ما حدث مع عائلة دوابشا قبل عدة أسابيع؟ هل نسينا الشهيد محمد أبو خضير قبل عام؟ هل نسينا سلسلة الجرائم بحق شعبنا وحرق المزروعات الفلسطينية والمساجد والكنائس؟ إذن هناك جرائم يقوم بها المستوطنون بشكل يومي ضد شعبنا وبالتالي هذه الإحداث وهذه الانتهاكات هي التي أدت بشكل واضح إلى انفجار الأوضاع بالشكل الذي يحدث عليه نحن نقول من حق شعبنا أن يدافع عن أرضه ومن حق شعبنا أن يحمي أبنائه ومن حقنا نحن أن نحمي أهلنا وأرضنا في هذا الصياق وفق القوانين الدولية ووفق الشرائع الدولية ولهذا نحن دائما نبحث عن مظلات الحماية القانونية والسياسية ضمن السياسة الدولية هل تخشى الحكومة دكتور والمستوى السياسي الفلسطيني بشكل عام فقدان السيطرة على الميدان؟ شوف المسألة ليست في خشية السيطرة على الميدان أو غيره هذا مرهوم؟ لا حتى المواطن الفلسطيني دكتور حتى يعني أوضح لك سؤالي المواطن الفلسطيني بشكل عام يؤيد هذه الهبة الشعبية في وجه الاحتلال الإسرائيلي ولكن هناك إجماع وطني فلسطيني وحتى من قبل المواطن البسيط العادي الذي لا ينتمي لهذا التنظيم أو ذاك في إجماع على أنه ما بدنا عمليات عسكرية في إجماع على إبقاء هذه الهبة الشعبية محافظة لشعبيتها ولسلميتها أيضا في هذا الصياق دكتور المواطن الفلسطيني كمان يريد أجوبة حول أهداف هذه الهبة الشعبية الخطاب السياسي الفلسطيني هل ارتقى لمستوى التضحيات التي يعني يقدمها شعبنا على أرض الميدان؟ شوف ثلاث أسئلة مهمة في نفس السؤال لهذا سأقول لك سنبدأ من الهبة الشعبية أيضا دكتور أود أن أذكر في هذا الصياق كمان جزء من قناعة المواطن الفلسطيني بضرورة عدم العسكرة إن صح التعبير يأتي ضمن أو تحت بند أنه ما بده عود إلى الفلتان الأمني على الأرض الفلسطينية تحت أي ظرف من الظروف نعم أنت تذكر في الانتفاضة الثانية كان في بعض المظاهر التي نجحت السلطة الوطنية والقيادة الفلسطينية في إنهاءها مرتبطة بتدفيع الخوات ومظاهر فلتان أمني هددت السلم الاجتماعي في المجتمع الفلسطيني في هذا الصياق أود أن نوضح نعم كما قلنا إنها هبة شعبية هذا هو صوت الشعب الفلسطيني في مواجهة كافة أشكال التنكيل الجماعي التي يمارس الاحتلال الإسرائيلي عندما يخرج هؤلاء الطلاب وعندما تخرج الجموع الفلسطينية لترفع الصوت في مواجهة مكينات القتل والإعدام اليومي هذا هو صوت الشعب الفلسطيني أمام كل هذه الغطرسة والاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية في القدس وفي سائر المحافظات وبالتالي هي هبة شعبية هناك جهود سياسية على مستوى القيادة الفلسطينية وعلى مستوى الحكومة والمؤسسات المختلفة من أجل أن تحمل هذا الصوت الفلسطيني إلى عواصم القرار العالمية لكي نؤكد على تحذيراتنا المستمرة الاحتلال الإسرائيلي يريد أن يدفع بهذه الهبة الشعبية وبالمنظومة السياسية في المنطقة إلى حالة من الاستقرار وبالتالي هي مسؤولية المجتمع الدولي سؤالنا دائما للمجتمع الدولي أخي عيد بسيط جدا هو أنكم قمتم بالاعتراف بدولة إسرائيل في المجتمع الدولي وفي الأمم المتحدة إنكم حتى هذه اللحظة لا تعترفون بدولة فلسطين نحن نريد اعترافا حقيقيا بدولة فلسطين نحن عندما نقول تدويل القضية الفلسطينية ماذا يعني تدويل القضية الفلسطينية؟ هي إشراك المجتمع الدولي بمسؤولياته السياسية والقانونية فيما يحدث هنا في فلسطين لأنه هو جزء من هذه المسألة عندما نطالب بهذه الحماية نحن نطالب بأن يكون هناك مظلة سياسية وقانونية لحماية هذا الشعب وبالتالي التطورات الميدانية لا يمكن لأحد أن يتكهن كيف يمكن أن تذهب التطورات الميدانية حتى عند الاحتلال الإسرائيلي هناك تقديرات ولكن المسألة هي بحاجة إلى جهد حقيقي من قبل أنا أعتقد أن المسألة مرهونة بتحرك عربي عبر المنظومات المختلفة والجامعة العربية وأيضا تحرك إسلامي عبر منظمة التعاون الإسلامي وعاجل وليس أيضا دكتور يحتاج إلى إدراك من قبل الفصائل على الأرض وهو يحتاج إلى وعي سياسي فلسطيني أيضا نعم داخلي لهذا كما قلت أنا سابقا قلت نحن بحاجة إلى تعزيز الجبهة الداخلية وفق المفردات الوطنية ووفق مفردات الوحدة الوطنية ندرك تماما ماذا يريد الاحتلال الإسرائيلي كيف يريد استدراجنا إلى فرض أمر واقع جديد بلوكات إسمنتية تغلق الأحياء العربية صعوبات يحاول أن يعرقلها اعتداءات مستمرة ولكن نحن نقول أن هذه المسألة هي بحاجة إلى جهد منظم من قبل الجميع دكتور برضو بدي أستفيد منك في سؤالين بس أنا الخطاب الفلسطيني نعم الخطاب الفلسطيني أعتقد أن هذا أيضا هو جزء من المؤسسة ليس فقط الرسمية ولكن أيضا في وسائل الإعلام وسائل الإعلام الفلسطينية التي تحمل الرسالة الفلسطينية بمهنية ومصداقية علينا أن ندرك أن جزء من هذا الحدث اليومي الذي يحدث يعتمد بشكل أساسي على مصداقية الرواية الفلسطينية وعلى قدرتها بشكل أساس جدا على أن تصوغ العبارة والرواية التي نضحط من خلالها رواية الاحتلال الإسرائيلي هذا جهد تراكمي وجهد تكاملي نقوم به جميعا طيب دكتور أدركنا الوقت بدي أستفيد منك كونك غير أنك متحدث باسم الحكومة والناطق الرسمي باسم حكومة الوفاق الوطني أنت أستاذ في الإعلام ومعك دكتوراه بالإعلام كيف تراقب دكتور وكيف تتابع أو تقيم تفاعل وسائل الإعلام العربية والدولية ومن المعروف أن من إنجازات الهبة الشعبية حتى هذه اللحظة أنها أعادت القضية الفلسطينية إلى الصدارة ولكن في ذات الوقت هناك من يخشى دكتور أن حالة الإعدامات الميدانية أنها تصفي خبر بروتوكولي أو خبر روتيني عن بعض وسائل الإعلام كيف تقيم هذا الموضوع باختصار شوف بشكل سريع جدا نحن نتطلع إلى دور أكثر فاعلية للوسائل الإعلام العربية وأن تنقل الخبر الفلسطيني في إطاره الصحيح نحن ضحايا لهذا الاعتداء الإسرائيلي وللانتهاكات الإسرائيلية التي تحدث بشكل ممنهج وببرمج ضد شعبنا نتطلع إلى اهتمام عربي ومنصات إعلامية عربية تدعم الجهود الفلسطينية على كل المستويات على قاعدة فلسطينية وحدوية لا على أي قاعدة سياسية فئوية بشكل أو بآخر وبالتالي إعادة الزخم للقضية الفلسطينية وحضورها على المستوى العربي أما على المستوى الدولي فأنت تدرك كيف يتم تشكيل الأجندة الإعلامية الدولية الإعلام الدولي دائما يلحق الأخبار الساخنة على عكس الأخبار التي لا يرى فيها أي أهمية أو يفرزها حسب أولوياته بشكل أو بآخر الاهتمام الإعلامي الدولي هو بحاجة دائما إلى إدارة المعلومة الموجهة إلى الإعلام الدولي رغم كل الإشكاليات التي تكتنف هذا الإعلام ولكن هناك أعتقد أن هناك مدخلا مهما جدا هو مدخل الإعلام الاجتماعي الذي يمثل أيضا اختراقا على كافة المستويات سواء في مستوى الرأي العام أو المتلقي الأجنبي ولكن هذا مرهون بطبيعة أيضا مصداقية أن النشطاء في الميدان بنقل الصورة والمعلومة الصحيحة والخبر الصحيح وأيضا بمسؤولية وسائل الإعلام الفلسطينية آن لنا أن يتوحد الخطاب الفلسطيني والممارسة الإعلامية الفلسطينية على قاعدة وطنية جامعة تحقق الأهداف الاستراتيجية الوطنية التي نتفق عليها جميعا دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها الكدس الشريف شكرا جزيلا على ناطق باسم الحكومة دكتور هابسيس شكرا جزيلا على هذه المشاركة معنا في برنامج ملف اليوم شكرا الشكر موصولي لحضراتكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة هذه تحيات طاقم العمل وزميلي المخرج محمد ديري وكان معي في التنسيق والمتابعة الزميل هيثة معقل دائما تحياتي لكم أنا عيد عوامر إلى اللقاء موسيقى